السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد متابعتك لسلسلة فوائد زيت السمك الغني بأحماض الأوميغا ثلاثة فلعلك تتساءل عن توقيت وكيفية استخدامه وذلك لجني جل ثماره الصحية ومن هنا فإننا سنعرض عليك في هذه الحلقة أبرز النقاط التي عليك أخذها بعين الاعتبار وبداية فيما يهم توقيت استهلاكه فقد ثبت عدم وجود زمن محدد في اليوم يزيد من فعالية زيت السمك أي بمعنى آخر يمكنك تناوله في أي وقت تخصصه شخصيا في حين ما يهم طريقة الاستفادة منه فحسب دراسة نشرت عام 2019 بمجلة الرأي الحالي في التغذية السريرية والرعاية الأيضية فإنه للرفع من التوافر البيولوجي لأحماض الأوميغا ثلاثة يفضل تناول المكملات مع وجبة تحتوي على الدهون الصحية وبالتالي تسهيل عملية امتصاصها من طرف الجسم وأخيرا فيما يخص الجرعة اليومية للأحماض الدهنية فإن جمعية القلب الأمريكية توصي بتناول ما تتراوح كميته بين خمسمائة وألف ملغرام في اليوم وقبل إسدال الستار على موضوعنا تجدر الإشارة إلى إمكانية ظهور أعراض توجب التوقف عن استهلاك زيت السمك وكأبرزها حدة نذكر الصداع والغفايان وحرقة المعدة والإسهال وختاما لحلقتنا نرجو عزيزي المشاهدة أن تشارك الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة وإلى موضوع قادم إن شاء الله دمت ومن تحب بصحة وعافية اشتركوا في القناة